عادينا هو في القوضة والدكتور عطس الرزاز بتاعه جي في ايدي فانا لمسته زي ما قلنا الطريقة العادية انه ده ياخد وقت تأدي ايه علشان انا ابقى عندي المرض لو لا قدر الله جهاز المناعة ضعيف بما يكفي ممكن من بعد يوم يبدأ ايظهر الاعراض بعد يوم ممكن من بعد يوم بس فيه نقطة بقى حرجة جدا والناس لابد انها تدركها بشكل كبير العطسة اللي حضراك ذكرتها دي بتختلف اولا الايروسولز او الدروبلتس اللي بتطلع دي ممكن تطلع في الكلام ممكن تطلع في كحة ممكن تطلع في عطسة او واحد بيتكلم هو بيتكلم فيه رزاز طلع من بقب بالزبط المفاجأة بقى ان حضرتك سرعة العطسة دي اشراصهم هي العطسة العطسة ممكن تطلع حوالي 20 الف ميكروب وابتو 100 الف فيروس 100 الف فيروس في العطسة الوحدة بالزبط كده والدروبلتس حجمها مبين صغير جدا من 5 ميكرون لأقل الى ممكن تصل لمية ميكرون واعلى المشكلة في الدروبلتس اللي هي الصغيرة لخمسة ميكرون او اقل لان دي ممكن تتعلق في الهواء بتقعد ساعات وفي بحث علمي ظهر حديث ممكن تفضل في الهواء حضرتك بعد ثلاث ساعات ممكن وللأسف قعدة في الجو القعدة في الجو عشان كده بيتجابوا في الطيرات للأسف وحركة الباب بيقفل باب بيفتح مروحة شغالة فارق درجة الحرارة ممكن تأثر في انتشار الدروبلتس اه يعني ده نصيب بقى ما هي للأسف ما هي دي نقطة مهمة جدا لابد الناس تدركها بشكل اساسي لانه انت خدت بالك وغسلت ايدك وبتاع وبعدين جد دخلت محل كان فيه واحد عطس قبلك بساعة للأسف فهو انت مدخل من الباب كده ورحت ايه واخد اه زرة من الزرات ديها تلعشرين الف بالزبط كده بس برضو عشان سرعة العطس عمر بتوصل مئة وستين كيلو في الساعة بتختلف من شخص لشخص مئة ستة وستين كيلو ده اكتر من اي عربية مرسيدس لا يعني السرعة بتاعتها بتختلف بشخص عافي او شخص ضعيف على حسب قوة الشخص اللي بيعتز بمعنى صح فدي حاجة خطرة جدا وبتوصل لمترين الدروبلتس الكبيرة هي اللي بتوصل على بعد متر عشان كده احنا دائما نقول للناس على الاقل متر ونص بينك وبين الشخص الامام ده غير بقى طبعا في بعض العادات الاخرى العطسة ازاي والعطس اللي في ادينا ده اكبر خطأ ولازم العطسة في الكم والادوات وانا يمكن